أنقل لكم واقعة ونعتقد المشاهد الكريم لأول مرة يسمعها هذه الواقعة التي سأقولها أول مرة يسمعها وهي في الواقع واقعة تاريخية بطلها أمير المؤمنين والراوي إلى الواقعة أيضا شخص من أهل الكوفة أنا أرجو المشاهد الكريم يستمع إلى الواقعة حتى نشوف إلى ماذا يشير أمير المؤمنين شي يريد من عندنا ماذا يريده عليهم صلى الله عليه وسلم منا جميعا في تعاملنا مع الأجواء مو كأنه أمير مؤمنين لا 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 واحد من المسلمين راح يشوفون الراوي شو نتكلم عن القضية هذه الرواية أخواني شفتها في كتاب كشف الغم الراوي هو أبي مطر رجل يكنى بأبي مطر قال خرجت من المسجد رجائني التفت قصة جميلة ولو الشباب يخططون هذه الرواية وينشروها إنصافا فيها عبر ودروس جمّة إنصافا قال خرجت من المسجد فإذا برجل ينادي من خلفي يقول عن جاء تمشي شفت واحد يصيح من وراي شي يقول ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لك إزارك الإزار تدرون مثل الوزار حسب تعبير النجافيين الوزار يتزل به الإنسان مو عندنا إحنا قطعتين الرداء الرداء اللي هو يذبه على متنه الإزار يتوزرون به يسترون عورته هذا المنادي يقول له ارفع إزارك يعني شوية صعدة من القاع حسب تعبير نحن النجافين يقول يسحف بالقاع وهذا يتوسخ ويشقك ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك يعني ما يرح يشقك رح يبقى شوية فترة أطول وأتقى لك من أي جهة أتقى لك خلت هذه النجاسات وكذا أنت شوية تتحذر تتحذر ممن من النجاسات والقاذورات من باب الاتقاء النجاسات اتقاء الخبائف واضح للمطلب بعدين يقول فمشيت من خلفه صاح علي يقول أنا ما أدري هذا منه فمشيت من خلفه خليته هو يتقدم قدامي وأنا ما أعرفه شخصية ما أعرفه انتبهوا أيها الإخوة شخصية لم يعرفها المخاطب هذا اللي يجي يتكلم عنه الآن قضية ما يعرف هذا اللي نادى منه فمشيت من خلفه وهو مؤتزر بإزار هو لابسه وزار ومرتد برداء ومعه الضرة وإذا كأنما مثل شنو علي حال حسب تعبيرنا عصى كأنه أعرابي بدوي كأنه أعرابي بدوي قلت من هذا شفت واحد قلت لابوي هذا منه قيل لي أراك غريبا بهذا البلد اللي سألته قالت شنو ممنانة قلت لا أجل أنا من أهل البصرة تبين هذا أبو مطر منه من أهل البصرة وين جاي للكوف فقال الكوفيه هذا عليهم أمير المؤمنين شوفوا إخواني يعني اللي الإمام نبهه صعد ثوبك لا يتوصخ زايد ولا يشجق مدري إيش ولا يتنجس مدري ماذا هذا شخصية هو مو باعتباره علي ابن أبي طالب باعتباره شنو مسلم من المسلمين وأنا ما أعرفه فقيل لي أن هذا علي أمير المؤمنين حتى انتهى أنا ورا هذا شايف خوش حسب تعبيرنا خوش سالفة خلا نروح ورا شوف شون قصة هذا الرجال شون قصته نعم يقول حتى انتهى إلى دار بني معيط وهو سوق الإبل كأنما فرد خان شبير يسمو دار بني معيط ويبيعون الإبل فقال وقف من هذا الرجال فقال بيعوا ولا تحلفوا بيعوا ولا تحلفوا فإن اليمين ينفق السلعة اليمين هذه في الواقع تخلي السلعة شنو تزول يعني البركة تروح فإن فإن اليمين ينفق السلعة ويمحق البركة هم البضاعة مالتكم شنو علي حال ما رح تستفيدوا من عندها والبركة هم شنو رح تزول بمن يا مولاي يمينكم لما تبيع لا تحلف والعباس هذه كذا والحسين هذا لا لا تعلم واليابا هذه عشرة النانير تشتري أهل المساء حياكم الله واضح المطلب ثم أتى أصحاب التمر رح لسوق التمارين ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادمة تبكي طيح ابني واكفة تبكي فقال ما يبكيكي من يتكلم علي صلوات الله ما يبكيكي قالت باعني هذا الرجل تمرا بدرهم فرده مولاي وديته إلى هذا الدرهم اشتريت التمر وديته إلى صاحبي مولاي فما قبل وأبا أن يقبله وقال روح يرجعي فقال روح يرجعي إجت قلت لي يا أبي رجع لي قال ما رجع يلا المباع لا شنو لا يرد فقال علي خذ تمرك المن يقول له لابو المحل خذ تمرك وعطها درهما فإنها خادمة ليس لها أمر ما عدها يحسب تعبيرنا ما بيدها شي ما بيدها خطيه مأمورة فأطيها الدرهم يا أخوي واخذ تمراتك فدفعه خلي إيده على صدر علي ابن وطن دفع ابن رجع خطوة إلى الوراء يتبين أن الجميع لا يعرف ابن بلي شخصية يعني أقول شخصية خليفة المسلمين يمشي بطريقة بالسوق لا جكسارات ولا حمايات ولا أصحاب أربط وقاط ولا حدلات ولا أسلحة ولا هكذا يقول لك هو يجي يقول مأتذر بإزار مرتدي برداء وبيدى ذرة كأنه أعرابي سوح يقول هذا ما تنكر علي لا لا هذا هو هذا علي لا هو هذا مو متنكر حتى واحد يطلع يقول بل احنا منتنكر راح لمستشفيات وكذا هذا حد شي ما لإعلام احنا نتكلم واقع واضح المطلب صحيح فدفعه دفع علي فقلت له هذا أبو مطر حسب تعبيرنا قلب التمر قل ألا تعرفه شو أنت الدفع فقلت له ألم تدري من هذا قال لا قلت علي ابن أبي طالب هذا إمام المسلمين خليفة على الدولة الإسلامية التي الآن قوامها خمسون دولة حسب الخارطة الآن خمسين دولة علي ابن أبي طالب كان شنو يقودها بغض النظر عن حكومتي هو اسمه درهما أخذ التمرات من هاي الابنية وعطاه الدرهم قل لها شنو بعدين وقال أحب أن ترضى عني منه يقول أبو التمر يقول لعلي بل أحب أن ترضى عني فقال أمير المؤمنين اسمعوا يا شيعة علي إذا نفتخر بشيء في حياتنا لا نفتخر بنسبنا لا نفتخر بفلوسنا لا نفتخر بجاهنا لا نفتخر بعلمنا لا نفتخر ببلدنا لا نفتخر بأشيرتنا نفتخر بشيء واحد أننا نوالي هذا الرجل ولاية علي هي هذه شخصية علي هي هذه فاش قال لعلي ابن أرطى قال لبولي أرضى عني فقال علي ما أرضاني عنك إذا وليتهم حقوق أنا أرضى بمقدار اللي أنت شنو تضطح حقوق الناس لتغشهم بالسلعة وإذا شاف واحد يرجع القضية لا تظلم ما أرضاني عنك إذا وليتهم حقوق خلص هذه كم مقطع صار مقطع الأول كان أرفع إزارك مدري إيش ما إزار ثوب ومطر وراح وين إلى الإبل قال يا ببيعوا ولا تحلفوا إجا قضية أبو التمر وهذه القضية ثم مر مشتازا بأصحاب التمر رح إلى سوق التمر دخل وقال يا أصحاب التمر أطعم المساكين يربوا كسبكم شوفوا جاء أقول إحنا مسؤولية أو الحديث شنو كان لابد أن نتحمل مسؤولية حبيبي امشي وإحجي كلمة طيبة شنو صدقة صدقة امشي وإحجي وامشي ونبه شك بيها يا أصحاب التمر أطعموا المساكين يربوا كسبكم ثم مر مشتازا ومعه المسلمون حتى أتى أصحاب السمك وين دخل سوق السمك سوق السمك هاي هاتكم هنا أنا قزرخان بقم زين يقول دخل إلى سوق السمك فقال لا يباع في سوق شنو في سوق طاف طاف يعني مطوف يقول احنا في سوق المسلمين ما لازم تبيعون سمك مطوف بالماء ليش لأن السمك اللي مطوف بالماء يعني ميت وين بالماء والميت بالماء يعني حرام أكله لا يباع في سوق ناطاف يعني الذي يموت وين هاي فالتنبيه لم يموت مسألة شرعية هات مسألة شرعية قال هم مشى ثم أتى إلى دار فرات هاي دار فرات وين سوق القماشة يبيعون القماش ثم أتى دار فرات وهو سوق الكرابيس قلت لكم هاريويتشيرواي ما سامعيها لا بأس هاي غنيم نعم نعم نسمع دار بني سوق الكرابيس فقال يا شيخ أحسن بيعي في قميصي بثلاثة دراهم الإمام كأنما يجب يشتري ثوب بثلاثة دراهم بس قلنا شنو أحسن بيعي يعني لما تبيع لي شنو لا تبيع غالي احنا أنا شخصيا من الروح للسوق أقول لحجي أنصفني لا تربح زايد علي بمقدار شنو معقول أبو الأقمشة عرف الإمام قال له مولاي حبيبي أنت كذا تفضل الإمام من شافه عرفه ترك ليش ليش لأن يذلي هذا من عرفني يعني راح شنو مولانا راح هواي راعيني وأنا ما لدي واحد يراعيني أو ما يأخذ من عدة فلوس أنا صاير عندي هذا قضية أروح للسوق ومن يعرفوني وقال أتأذى ليش لأنه لي راح هواي خطية يعني يزاحم يطلع أفضل سلعة وكذا أو أنه شنو ينزلها أنا ما أعرف طبع ما أدري علي حال يقول ثم لفلما عرفه لم يشتري منه شيئا الإمام قال له يلا فيه مالا فيه مالا مولاي تعال قال لا لا فيه مالا ما دام عرفتني أنا شنو ثم أتى آخر قماش ثاني فلما عرفه لم يشتري منه سيدنا لو تسمح لي هنا نحن ندور على الشخص اللي يعرفنا حتى يرخص ساي مشكلتنا فأتى غلاما هاي الدكان الثالث قماش ثالث فأتى غلاما حدثا صغير السن ولا يعرف الناس بعده حسب تعذيرنا ما يدري فاشترى منه الإمام قميصا بثلاثة دراهم هنا أنا ملتفته أي لطيفة هاي بثلاثة دراهم ولبسه الإمام لبس الثوب ما بين الرسغين يعني الثوب مالت الإردان هنا يعني لا طويل ولا شنو ولا كسير ما بين الرسغين يعني ما بين المفصل والساعة إلى الكعبين يعني إلى حسب تعبيرنا نص الساق وقال حين لبسه الإمام الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به بين الناس وأواري به عورتي فقيل له يا أمير المؤمنين هذا شيء ترويه عن نفسك أم سمعته من رسول الله قال بل شيء سمعته عن رسول الله يقول عند الكسوة لما يلبس يقولها لحجائه دعاء جميل عند لباس الإنسان عندما يرتدي الملابس هذا هنا شنو ما عدنا شيء هذا الطفل الصغير لما باع الأمير ومنين بتلد دراهم سمعتوها نعم باع الأمير ومنين بتلد دراهم أبو أجي أبو الدكان أجي فقال لولده يا فلان قيله لصاحب الدكان يا فلان أن ابنك قد باع اليوم ثوبا لأمير المؤمنين بثلاث دراهم نبهوا وقال له يا ابا ترى هذا ابنك باع هتشي قال لولده أفلا أخذت منه درهمين لماذا بعت لها لبابا هذا الثوبة بودرهمين شون بعتبت لها دراهم فقال لولده فقال لولده أفلا أخذت منه درهمين فأخذ درهما من ولده وين وراء علي بن أبي طالب فجاء إلى به إلى أمير المؤمنين وهو جالس على باب الرحبة الكوفة ومعه المسلمون فقال أمسك هذا الدرهم يا أمير المؤمنين قال علي ما شأنه هذا الدرهم شنو هذا قال ثمن قميصك يا مولاي قميصك بدرهمين هذا ابني بايع لك شنو غالي قال هذا بل ما شأنه هذا الدرهم قال كان ثمن قميصك درهمين قال علي لقد باعني برضاي واشتريته برضاها خلص ما داما اشتريته خلص تجارة عن تراض نعم يقول قبيصة ابن جابر ما رأيته في الدنيا أزهد من علي ابن أبي طالب شوفوا أخواني هذا حسب تعبيرنا المسيرة اللطيفة حسب تعبيرنا فر بالسوق مع خليفة المسلمين وسيد الأوصية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم تنطينا درس مهم جدا وإن طالت هذه المقدمة وإحنا عندنا مساء الفقهية بس هذا في الواقع تنطينا شنو يعني رواية فيها من الأمور التربوية الأخلاقية الفقهية حبيبي مسؤوليتك اتجاه الأمة أنت أبو التمر أنت أبو الثوب أنت أبو الكذا أبو الطماطع أبو الإخيار بابو ليش هالطماطل الزينة حاطها فوق والتعبان حاطها تحت هذا ما يجوز أنت من تشهد التحتانيات وتخلي بالكيس وهذا المسكين الله يأخذ البيت هو كله تعبان أو ما إلى ذلك تأخذ المعادر البطيخة الجيدة وتضعها في مكان وهكذا هذه المسؤوليتنا إحنا أخواني ولا نلقي اللوم ونلقي المسؤولي على الآخرين فإننا في الواقع كما قال الله سبحانه وتعالى المؤمنون بعضهم وولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنقص سنتموك